وسط الدمار الذي حل ببيروت بعد فجار المرفأ المباني التاريخية في العاصمة بيروت شاهدة على حضارة لبنان لكنها قد لا تصمد كثيرا بعض من تلك المباني لحق بها ضرر كبير قد يتسبب بانهيارها وفي تحرك من قبل الجهات المختصة تأتي إزالة هذه المباني حرصا على سلامة السكان قد يبدو ذلك طبيعيا لكن أصوات حذرت من خطر يحدق بتلك المباني غير الدمار وقد تأتي جهات لشرائها وبناء أبراج سكنية مكانها ما يهدد التوزيع السكانية في العاصمة الجميزي مارمخايل والأشرفية مناطق في بيروت صنفت على مدى سنوات طويلة بأنها أحياء ذو طابع تراثي حتى يوم زلزال انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الساعة السادسة وسبع دقائق تبدل مشهد هذه الأحياء أبنية صويت حجارتها بالأرض هذه الأبنية التراثية يعود عمر معظمها إلى منتصف القرن الماضي بعضها يصل تاريخه إلى أكثر من مائة عام صنفت تراثية وتاريخية وتميزت بطابع عمراني حمل هوية بيروت على مدى سنوات ما قبل الحرب بقيت هذه الأبنية محافظة على رونقها من قرميدها الأحمر إلى قناطرها التقليدية البيروتية إلى العقد وزجاج الملون والهندسة المميزة لطالما أخبرنا سكان هذه البيوت وأصحاب الحقوق والعقارات في تقارير سبق وأعددناها عن محاولات تجار العقارات إلى شراء هذه العقارات لصعوبة إعادة ترميمها ربما مع وقوع هذه الكارثة التي حلت بهذه المناطق التي ترتفع فيها هذه الأبنية التراثية القديمة ارتفعت أصوات بعض السياسيين محذرة من هجمة تجار الأبنية وسماسرة العقارات الذين يهدفون إلى تغيير ديموغرافي في وجه هذه المنطقة المصنفة تاريخيا بأنها منطقة التعايش الهدف هو إلغاء هذا الطابع القديم لبيروت وارتفاع ناطحات سحاب ربما أو أهداف سياسية وحزبية وطائفية ربما أيضا حسب ما يقول البعض أبناء المنطقة أصحاب العقارات يصرون على البقاء في بيوتهم العارية وحتى يصرون على البقاء على أنقاض هذه البيوت على حجارتها يقولون سنعيد إعادة إعمارها من جديد لتعود هذه البيوت من أحلى بيوت بيروت سحر أرنقوت الحرة بيروت شكرا للزميلة سحر أرنقوت مراصلة الحرة في بيروت على هذا التقرير أبقى في بيروت عبد الحليم جبرى المهندس المعماري والخبير في التصميم وعضو في خلية الأزمة للأثار ومارون الحلو نقيب المقاولين في لبنان أهلا بكم ضيفي الكريمين شكرا على قبول الدعوة اليونسكو تحدثت في تقرير أخير عن أن هناك خطرا حقيقيا يهدد ما يزيد عن 600 مبنى أثري في لبنان ما هو هذا الخطر بعد الانفجار طبعا؟ تفضل سيد جبر الخطر مثل ما ذكر بالتقرير أنا أول تفضل سيد عبد الحليم نعم الخطر هو التهديد للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة هذه المنطقة معنا أكلت ضربة قوية بالحرب التي ضلت 15 سنة بس حافظت على تمسكها الاجتماعي واستمرارية الأجيال من وقت اللي نشأت فوق المية وخمسين سنة فنحن كتير خايفانين أنه هالضربة المفاجئة والقاسية جدا يصير من وداها حركة تهجير أو يأس من السكان ونحن نضامن معهم وندعي السكان مالكين ومستأجرين أن يطولوا بالهم لنقدر نكون نحن قيمنا الأضرار وقدرنا نتواصل مع كل المنحين اللي بدهم يعطوا هالمساعدة المالية إن شاء الله ستكون سخية وبدا تأتي عن طريق منظمات غير حكومية لأنه ما فيه فئة بالدولة يعني فقط لأفهم من حضرتك لأنه نحن ما عرضناه عرضنا عن قصة مباني عن قصة مباني تاريخية مباني أثرية لبنان مدينة معمارية من الطراز الأول عبر التاريخ المعمار البيزنطي المعمار العثماني المعمار الروماني وهذه المباني ربما تحكس هذا الأمر ولكن الآن أنت تتحدث عن نقطة قد تكون أهم تغيير ديمغرافي عبد الحليم نعم نحن يعني هيدا اللي شفناه بوسط بيروت بعد الحرب وصار في مشروع وسط بيروت اللي هو معروف بسوليدير اللي إجاء أسقط على المنطقة هلأ واقعيا كانوا سكانها تهجروا لأن الحرب كانت طويلة بس هيدا الضرب اللي شفناها من عشرة أيام يعني السكان بعضهم موجودين ومتمسكين بس نتمنى أن المساعدات والحد الأدنى من التنظيم الرسمي اللبناني يساعد هالسكان على بقاء خصوصا قبل فصل الشتاء نحن نشتغل على مدار الساعة لنحمل الأبنية المتداعية ونسكر الأبنية اللي إنشائيا وضع كويس دعني أنقل الكلمة لمارون الحلو نقيبة المقاولين في لبنان هذه النقطة التي ذكرها المهندس عبد الحليم أنه الذي جرى في وسط بيروت لا يريدون أن يروه بعد انفجار المرفأ في الأحياء التي تضررت تفضل بالواقع نحن اعتبرنا أن هالأقويل هذه من نسبته وتأكدنا مع الوقت أنه لا فيه هجمة لشراء هذه العقارات وتأكدنا أنه انسحب ملفات من دوائر العارية طبعا في المستغلين بهالأزمة النقبة للي عم تصيب اللبنينيين وعن يجربوا يستغلوا الضعف الموجود من يشتري لو سمعتني؟ لعتون عروض كثير مغرية من؟ في مجموعات سماسرة مستغلين الوضع المأساوي وهن للي عم بتابعوا أكتر كشي عروض مغرية ما في لبنان أنت تعرف أنه أي مال تابع لزعيم بشكل وآخر وليد جنبلاط حذر من أن هناك ربما جهات سياسية تقف خلف هذه العمليات هل لديك فكرة من هي سيد مارون؟ يعني في اللقسهم الموضوع الأصمين فيه الموضوع التجاري للي فيه أكيد حيتين الميل والمستفدين والمستغلين عم بجربوا أنه يشتروا على قرار وفيه محاولة لتغيير زاكرة بيروت تغيير حضارة بيروت تغيير كل هالموضوع للي نحن بميز مدينتنا عن باقي المدن بالعالم العربي ولكن ما لنا واضحة إذا كان فيه جهة سياسية معينة ولا عم بتكون عملية تجارية فقط ولكن هذي راح تبين مع الوقت ولكن فيه تصد كتير من قبل كل الهيئات والنقبات ولا الدولة اللبنية كمان عم تمنع أنه هالشيء يحصل فيه استنفار عام من قبل المجتمع البدني فيه استنفار عام من النقابة نقابة المقاولين بلش تدعم وترمم وين فيها تدعم وترمم نقابة المهندسين لم يبقى للكثير أنت كنقيب للمقاولين في لبنان سأطرح مثال بسيط أسرة تسكن في أحد الأحياء التاريخية اللبنانية تضرر منزلها وهي الآن غير قادرة على البقاء في المنزل وليس لديها الاستطاعة أن تقيم في فندق أو أي شيء يخطر على بالك ما الذي يمكن أن تقدموه لها؟ ما الذي يمكن أن يقدمه رجال الأعمال الأغنية في لبنان؟ سأعود إليك بدل طرح شراء المنزل المؤسسات الغير حكومية المعروفة بـ N.G.O عم بتساعد والحقيقة شيء مذهل وأتشوفوا الأول ما حصلت الحادثة إديش الصبايا والشابات عم بساعدوا كانت بإزالة الركان اليوم في مساعدات عم تجي من الداخل ومن الخارج وفي مساعدات عم تجي عينية من قبل الدول ولكن أيضا هناك كما قلت سيد الكريم هناك عروض بمبالغ كبيرة للشراء هذه النقطة عبد الحليم وباختصار أرجوك أنا أتمنى على حضرة النقيب الذي عنده اتصالات جيدة على المستوى المحلي والدولي أنه يساهم أكثر بشكل فاعل أكثر في حماية الأبني اللي ممكن تسقط بهالكم يوم نحن نستنهد كل الطاقات ونتمنى أن المقاولين في لبنان يعني يردوا شوي هالجميل يعني هني كانوا يعني عملوا ثروات خلال الحرب وما بعدها من الإعمار ونتمنى أنه شوي يردوا جميل لهالبلد المنكوب وينزلوا على الصحة يشمعوا عن إيديهم ويشتغلوا معنا لنحمي هالكمبيت وطابع المدينة وسكانها بالدرجة الأولى كلمة أخيرة سيادة النقيب بالواقع أنه نحن عنا كل الاستعداد مثل ما كمان نزلنا كل شركاتنا اللي هي أزالة روكان بمرحل أولى اليوم عنا كل الاستعداد للبناء ولكن نطرين الدراسات والمسح للي عم يسهل وتقييم الأضرار تنبتدي ونحن باتصال بأكتر من جمعية وأكتر من متمول تبتدو الترميم ولا تبتدو الهدم لبناء جديد لا نحن حسب البناء أبنية لا يمكن ترميمها واللي هي عددها بشي كتير كبير ولكن الأكترية ممكن أن ترمم ونحن تصلنا بأكتر من جهة ونحن رحي جاء مساعدات وعم نشتغل على الموضوع هذا بالاتحاد مع نقابة المحامين ونقابة المهندسين وأكتر من جهة عم بتساعد بهالمضمار هذا أنا أعطي وعد أنه نحن مصممين على إعادة الترميم وبقاء بيروت حسب تاريخها وتراثة ورمزيتها لم يبقى للكثير سيادة النقيب هل لديك رقم عن حجم الأدرار لأنه هناك أرقام مرعبة أرقام مخيفة مليارات الدولارات هل لديك رقم؟ الأرقام اللي عنا إيها لحد اليوم أنه فيه تقريبا 39 ألف مبنى متضرر بالبلد من سكن ومحلات تجارية إلى جنبها تقريبا في 200 ألف مسكن ومكان تجاري هيدا إمتها بين مليار ونصف والمليارين بعتقد الإصلاح والترميم وكم من المتوقع أن يكون العائد لترميمها أيضا باختصار نحن رح نرمم ونركز على المبانا الأسرية لأن هيدا هي بهمنا برؤية الحاضر وبهمنا كمان أنه نمنع أي عملية شراء وبيع وطلبنا من النائب النقابة المحامين أنه تطلب طعم الأوانين تمنع عملية الشراء بهذه المرحلة هيدا كان انتهى موضوع الترميم وهيدا قرار فيها تاخده لمساعدة البلدية أنا أعيدك سيارة نقيب أن هذه القصة لن تذهب بعيدا أشكرك جزيلا مارون الحلو نقيب المقاولين في لبنان عبد الحليم جبر المهندس المعماري شكرا